رفع البنك السويسري الخميس سعر الفائدة على سياسته للمرة الأولى منذ 15 عاما ينضم إلى البنوك المركزية الأخرى في تشديد سياسة النقدية لمحاربة التدخم المتصاعد الذي يخشى المسؤولون أنه قد يخرج عن السيطرة رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة إلى ناقص 0.25 وكانت الزيادة أول زيادة من قبل البنك الوطني السويسري منذ سبتمبر 2007 قال صانع السياسة بقيادة رئيس توماس جوردان أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشجيد وجاءت هذه الخطوة في عقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% بينما أشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنه سيرفع سعر الفائدة في جوليا للحد من ارتفاع التدخم في منطقة اليورو الذي بلغ 8.1 الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر